بالرغم من المباراة النارية والممتعة بين محاربي الصحراء ونصور قرطاجة التي انتهت بالتعادل إلا أنها شهدت أيضا حادثة بين الناخب الوطني جمال بالماضي ولاعب منتخب تونس علي العبدي وهي التي تصدرت المواقع والمنصات أحداث الواقعة بدأت في الدقيقة 29 عندما كان منتخب تونس متقدما بهدف نظيف على منتخبنا الوطني حيث ول خروج الكرة التماس حاول بالماضي جلبها بالسرعة للعبه لكن العابدي تدخل لمنع الكوتش ليحصل حرج ومرج كاد أن يصل إلى تشابك بالأيدي لو لا تدخل لعبي الفريقين والجهازين الفني والطبي لفك النزاع وإعادة الأمور لطبيعتها الكوتش بالماضي وعقب المباراة علق على هذه الحادثة في المؤتمر الصحفية معربا عن تأسفه لردتي الفعل التي حدثت خلال تلك اللقطة هي قال بالماضي هي أو هكذا تكون الدربيات المغاربية حساسية وتنافس في حدود المعقول صحيح هي مقابلة ودية ولكن دخلنا في أجواء رسمية بعض الشيء ردود أفعال متباينة من المغاردين على هذه الحادثة فالبعض قال أن تصرف بالماضي كان طبيعي لأنه كان يريد أن يربح بعضا من الوقت لأن نتيجة لم تكن في صالح منتخبنا الوطنية لكن البعض الآخر قال أن الأفضل لو أنه تركه أحضر الكرة بنفسه لنتابع بعض التعليقات رفيق كتب وعلق عندما يتعذر أو يعتذر الكبارة دمت يا بالماضي على رأس العارضة الفنية للمنتخب كلنا معك في الشدة والرخاء لأنك أحسن مدرب لكل الأوقات هكذا قال رفيق آدم أيضا علق وكتب برافو كوتش كان على اللاعب عدم اللحاق بك وهو الذي أخذ كل وقته في شرب الماء مع أن اللاعب كان مستمر درتو ماتش مليح رغم السفرية المتعبة من الكاميرون الفريق الأساسي بدأ يظهر هكذا قال آدم كم من ران معاك تعليق آخر لمهدي كتب ويبقى بالماضي من أحسن اللاعبين ممكن تعليق آخر للعور عبد الكريم قال كان الأفضل له لو تركه يحضرها بنفسه لأنك ضيعت الوقت بالمشدات الكلامية أكثر من لو قام بجلبها من غرفة تغيير الملابس هكذا علق هذا الحساب مشاهدين أنتم أيضا يمكنكم التفاعل معنا عبر صفحات الشروقانيوز ترجمة نانسي قنقر